اشتركوا في القناة ينبغي ان نحصل لحزنهم وان نجد لموجزتهم وان نصاف لمصابهم وان نكترب لكربتهم انما المؤمنون اخوة هل نحن نقاوها فقط دون ان يكون لها الاسر على واقعنا على اموالنا على انفسنا على جهادنا اين الاخوة الاسلامية اين الرفع اهل الدين اين الحرص على نصرة المسلمين اين حق المسلم على المسلم يقول الله يوم القيامة للعبد يا عبد مرضت فلم تعدني قال كيف اعودك وانت رب العالمين قال قد مرض عبدي فلان فلم تعده فلو عدته لوجدت ذلك عندي فاذا كان الله تعالى يعاتل العبد لما لم تزر فلانا لما مرض ولم تعده ولم تقف معه فكيف اذا كان يقتل ويسحل ويغتصب وتغتصب بناته وتأخذ امواله ويحال بينه وبين دينه كيف يكون الشأنه اذا اين حكام المسلمين اين اسلحتهم اين طائراتهم اين وحدتهم اين غيرتهم اين وقوفهم مع اخوانهم الانتظر من نصارى ان ينظرهم الانترقب في كل يوم قرارا من الناتو او من مجلس الام او من غيره اين الاصرة الاسلام ماذا سيقول الحكام لربنا اذا سألهم عن امرأة تكرة وطفل يتيم وفتاة اغتصبت وهي عفيفة ماذا سيقولنا لربهم اذا سألهم اين اسلحتكم اين طائراتكم اين علاقاتكم اين قراراتكم لماذا لن تفعلوا شيئا ماذا سيقولون لله تعالى يوم القيامة ولا ينصرن الله من ينصره والله اننا واثقون بنصرة الله تعالى له والله اني واثق ان الله تعالى سينصرهم وكأني ارى بين عيني الان هذا الفاجر بشار وزمرته كأني اراهم اما قتل واما هاربين واما مسجونين والله كأني ارى ذلك امام عيني الان واخسم بالله تعالى ان شاء الله ان ذلك حاصل يقول ابن خيم اذا اراد الله اسقاط حاكم اسقط هيبته من قلوب اولا وها هو قد سقطت هيبته فلا ينادى فلا ينادى الا بالخنزير والقدر والفاجر والناس ينبزونه بهذه الالقاب حتى في داخل سوريا فاننا نستنصر بربنا جل وعلا الحي الذي لا يموت له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم يا حي يا قيوم اننا نسألك ان ترينا عجائب قدرتك على بشار وزمرته اللهم اننا نسألك ان تثأر لبكاء العذارة اللهم اننا نسألك ان تثأر اليتامة اللهم اننا نسألك ان تغار للحيارة اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم ارينا فيه عجائب قدرتك اللهم اشف صدور قوم مؤمنين واذهب غيظ قلوبهم يا منان يا حي يا قيوم يا ملك يا مؤمن يا سلام يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا قوي يا متكبر سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أقدرك سبحانك ما أجلك وأرفعك سبحانك ما أعلاك وأعزك اللهم إنا نستنصرك عليه فأرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم مزقهم في البلاد تمزيق الريح الجراد يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم إنهم قد انتهكوا الأعراب وسلبوا الأموال وضيقوا على الدين اللهم فإنا نسألك أن تغار نسألك أن تغار نسألك أن تغار يا حي يا قيوم نسألك أن تغار يا قوي يا عزيز اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أرينا فيه عجائب قدرتك اللهم أقلب قوته ضعفا اللهم أقلب عزه ذلا اللهم أقلب أنصاره أعداء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين